زي محمد قال وربما كلنا تابعنا مبارح ست رئيس عبدالفتاح السيسي عندما وجه الحكومة خلال الكلمة اللي ألقاه في محافظة المينيا بالتنفيذ الفوري لحزمة الإجراءات الاقتصادية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية في الحقيقة الحزمة دي أو الإجراء ده ربما كان مفاجأة لعدد كبير من الأشياء أولا أنه أتى من المينيا من قلب صعيد مصر ودي رسالة مهمة سنين كان فيه زيادات ربما تكون لأول مرة نسمعها أول مرة نسمعها ألف جنيه زيادة ده رقم ربما ما سمعنا وشابك زيادة تتحدى لأن الأجور دي كانت حاجة رفع المعاشات 15% وده رقم برضو كبير وزيادة حد الإعفاء الضريبي لـ 30 ألف جنيه برضو ده رقم كبير وكل ده علشان نسبق ونحاول نعالج قصد تداعيات الأزمة المالية العالمية على المواطنين المصريين لأهم الفئات المصرية الأكثر احتياجة خلينا نحلل الكلام ده أكتر يا مصطفى ونعرف تفاصيله أكتر طبعا القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية معنا دلوقتي بنورانا في الستوديو البحثة نسترين الشرقاوي البحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية صباح الخير عليك يا نسترين بنورانا صباح الخير على حضراتك وعلى السيدة المشاهدين القرارات ربما كل فترة بنسمع قرارات جديدة من السيد الرئيس بخصوص الدعم المواجهة الموطني ولكن هذه المرة الموضوع مختلف شويتين الأرقام يعني رقم الألف دنين ما كناش بنسمعه رقم خاص بالمعشاف بنسمع أرقام كبيرة كلمينا عن تحليلك للغة الأرقام أو قراءة بلغة الأرقام في حزمة الدعم المواجهة لكل هذه الفئات المجتمعية خلينا نقول في البداية أن زي حضرتك ما قلت الكرارات ما كانتش متوقعة احنا كنا متوقعين أن سيادة الرئيس رايح المينيا هيفتتح مشاريع في عروس السعيد وهيتكلم عن السعيد بواكه عام إنما فوجئنا بهذا القرار اللي هو الحقيقة أسعد مختلف قطاعات الشعب المصري المصريين مبارح كلهم ما كانوش متوقعين صحيح القرار وساعدوا به جداً لأن احنا دلوقات القرار جاي في وقت العالم كله بيشهد من العشرين عشرين طلعنا من كورونا دخلنا في الحرب الأوكرانية اللي هي بالمناسبة مستمرة فالقرارات الاقتصادية دي تدعيتها إن سيادة الرئيس دايماً وهو ألف كلمة مبارح بيقول إن أنا بقع أعول على المواطن وإن المواطن هو اللي تحمل المصر عبر الفترات الصعبة في مراحلها بصبر المواطن وبتحمل المواطن فده كانت نتيجة أولوية أو ضرورية إن من الإعلان عن القرارات دي كمان الإدارة المصرية عارفة إن المواطن المصري بيعاني من التدخم وخلينا نقول برضو عشان خطر يعني نكون بنتكلم بحيادية تم إن التدخم ده في مستويات العالم كافة مش المصريين فقط فالقرار بهذه الزيادة يعني إمبارح كانت الزيادة بحد أدنى ألف جنيه لكل الموازف أي موازف في القطاع العام للدولة المعاشات زي ما حضرتك ذكرت 15% كانت السنة اللي فاتت كان مزودها 13% تكافر وقرامة كمان يعني مش القطاع العام في الحكومة بس أو الموظفين فقط العاملين مجزل ده كمان وما أخفلش اللي هم حاملة الماجستير والدكتوراه بحد أدنى 6000 جنيه للماجستير والدكتوراه 7000 جنيه تكافر وقرامة 25% ودي ما حصلتش قبل كده لأن السيادة الرئيس قال لهم أنا متابع لشواغل الرأي العام وأصوات المصريين كلها وصلاني وأنا متابعها وده كان نتاج إن السيادة الرئيس أخذ القرارات المباركة كالقرارات الصراحة يعني ما كناش متوقعينها ما كانتش يعني حتى في التوقعات لا ما كانتش متوقعة حتى إحنا مثلا نقول إن الزيادات تبقى في شهر 7 دي قرارات لم تكن متوقعة وحتى كان لو في شهر 7 ما كناش هنتوقع بهذه الدرجة من يعني 1000 جنيه و 6000 جنيه للماجستير 25% للتكافر وقرامة لا ما كانتش الحقيقة تلك قرارات دي نتاج إن الفترة دي فترة صعبة وإن الإدارة المصرية يعني كمان بتقول إن المواطن المصري وجودة حياته وإن أنا شاعر بالمواطنين دي على رأس أجندة الدولة المصرية وكمان إن كانت فيه كمان جزء تاني يعني إحنا بنتكلم ده جزء إيجابي فيه كمان يا فندم كان جزء سلبي بقى للقرار ده بس مش على الشعب المصري ده كان الجزء السلبي للتدعيات القرار بتاع السيادة رئيس مبارح كانت على اللي هما في الخارج اللي هما كانوا بيروجوا دايما إن الدولة المصرية اقتصادها ضعيف واقتصادها بينهار طيب إحنا حابين أكتر عن يمكن القرارات دي هتكلف الموازنة العامة للدولة قد إي يعني يمكن لو كلمنا عن المعاشات بالأخص يمكن اللي هو جمال عوض التكلم بالتفصيل وقال إن يمكن الإجراءات دي هتكلف الدولة حوالي 55 مليار جنيه للمعاشات فقط للمعاشات فقط فحزمة الإجراءات دي بقى كلها على بعض هتكلف الدولة قد إي لا هي حزمة القرارات دي يعني مفيش إن هو رقم محدد دلوقتي بس هي مش مليارات لمئات المليارات من الجنيهات لأن يعني الكتاع العام كله وحزمة قرارات اللي هي بالمبالغ الضخمة دي اللي هي هو آه يعني يعني خلينا نقول إن هي مش هتقضي على التضخم أو الزيادة اللي حصلة في الأسعار ولكنها هي جزء يعني مساعد بدرجة كبيرة للأزمة والتضخم اللي حصل في الفترة الأخيرة نتاج نتاج الظروف العالمية اللي احنا حصلين فيه برضو اتساقا ما لقيته باسانت اللي هو جمال عوض قال إن المستفدين في قصة المعاشات 11 مليون مواطن كل المستفدين قد إي يعني لو قلنا الجهاز الإداري في الدولة كام المواطنين كام تكافل وقرامة كان يعني كام مليون مواطن يستفيد من حزمة الحمال الاجتماعي نحن خلينا نقول إن الجهاز الإداري في الدولة خمسة ونص مليون مواطن بيستفيدوا من زائد 11 مليون معاشات زائد تكافل وقرامة أعتقد إن حتى في الإنبارح في معالي رئيس دولة رئيس الوزراء أعلن إن في المينيا فقط 15 مليون جنيه في المينيا لتكافل وقرامة بس يعني حالك شايف الزقم ضخم قد إيه في محافظة واحدة من محافظات السعيدة مش في 27 محافظة على مستوى الجمهور طيب أنا حباك تفاهميني بالراحة كده عشان الناس زي حالات كده عايزين لست يفهموا بالراحة الفايدة من الحد الإعفل الضريدي لو بنتكلم من الدخل السنوي من 24 ألف الحد ده الحد الأدنى ده ترفع بقى ل30 ألف جنيه سنويا يعني إيه ده وإزاي هيتم تطبيقها؟ ما هو الدخل الدريبي ده دخل الموظف العام اللي هو كان مثلا بيبض اللي هو نتاج مرتبه أخر العام 24 ألف كان 24 ألف كان ما بيقضحش لأي ضريبة كان فول 24 ألف كان بيقضح لضراء دلوقتي إحنا رفعنا من 24 ألف ل30 ألف يعني مثلا لو المواطن بيربض في السنة 80 ألف جنيه فإحنا الثلاثين الألف جنيه الأولين معفهد تماما المنظرات بدل ما كان 24 ألف فقط والباقي هيقدر الدريبة باقي عادي يعني إحنا رفعناه من السنة اللي فاتت 24 عن فكرة ما كانش 24 بس لهو كان مرفوع السنة اللي فاتت سيادة الرئيس في العلوات ولما جيه برضو عمل لأن دي تالت مرة من أزمة كورونا تالت مرة يحصل فيها حماية اجتماعية كانت أول مرة كانت في فترة كورونا تاني مرة كانت في بداية الحرب الأوكرانية الروسية تالت مرة هي المرة التي هي غير متوقعة هي الحالية لو بصنا حوالينا يا فندم الدول بتعمل إيه لما بتحصل أزمات زي كده ومش بتعمل قد إيه بتعمل لغاية فين يعني وبتحني كام في المية من شعبها بنظر على الإقليم أو بنظر على الواقع اللي بنعيش فيها طيب أنا هقول لحضرتك أن في الزروف اللي زي دي أن هم بيقلصوا المرتبات بس ده وفقا لثقافة الشعب المصري وكمان وفقا للإدارة الحاكمة ده مش مجال الكلام في مصر يعني على سبيل المثال عايز أقول لحضرتك أن كمان مش الحكومة بس ده في الاتحاد الأوروبي كان مطلح قرار من في نهاية 2022 أن هو بيقول أن المجتمع المدني نظرا لكورونا ونظرا للأزمات الاقتصادية تقلص إحنا عندنا على النقيد تماما يعني إحنا عندنا الدولة المصرية أو الإدارة المصرية عملت حماية اجتماعية بمبلغ زي حضرتك لسه ما ذكرها دلوقتي مبلغ ضخمة تاني حاجة أن إحنا سمحنا كمان للمجتمع المدني أنه ينفذ يعني إحنا عملنا تحالف وطني حياة كريمة في الصعيد وحياة كريمة في تنمية الريف المصري وحياة كريمة في توفير فرص عمل ومنية تحتية دي أفادت المصريين كلهم وكمان أن هي حياة كريمة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي أن إحنا عملنا بالإضافة يعني مسلس التنمية هو الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إحنا أدنا فرصة أكتر للمجتمع المدني والحكومة بتدعمه وكمان الكطاع الخاص فيه فرص دلوقتي أنه هو للاستثمارات عشان خاطر نكمل مسلس التنمية يبقى التلاتة مع بعض في اتجاه واحد طيب حريكي تكلمت عن التنمية والمسلس التنمية ويمكن حابين نتكلم عن تنمية الصعيد يعني الدولة بتستهدف إيه بمشاريعها في الصعيد يعني شايفين مشاريع عملاقة في الحقيقة مشاريع كبيرة شوفنا الصعيد النهاردة بتتغير قادرين نشوف المينيا بشكل مختلف تماما مبارح حتى كل الناس اللي راحوا هناك والعايشين هناك حتى قالوا أنه المينيا اختلفت تماما الدولة بتستهدف إيه النهاردة بتنميتها للصعيد طيب خلينا نقول كان إيه الواقع في الصعيد ودلوقتي إيه مش هنقول المأمول لأن المأمول هو حاصل بالفعل وقع الصعيد كانت السنوات الماضية كان أنه كان أكبر نسبة فقر كان بيعان منها الصعيد كانت السنوات دايما فيه هجرة من الصعيد للقاهرة بحصل عن فرص العمل وفرص العمل مش الفرص العمل مثلا نقول إن هما طلاب الجامعات أو كده لأ يعني كافة فرص العمل فدلوقتي كانت الإدارة المصرية كان على يعني اعترفت بالمشكلة دي من ساعة سيادة الرئيس مجاهل من 2014 اعترفوا إن فيه مشكلة في الصعيد وإن الصعيد كان يعني مختفي من أجندة الدولة المصرية فكانت نسبة الاستثمارات ونسبة حياة كريمة ونسبة المبالغ المخصصة لتنمية الصعيد كانت الأكبر على مستوى محافظات الجمهورية الصعيد دلوقتي فيه استثمارات زي ما قلنا فيه مدن جديدة بتتبني في الصعيد فيه تزليل للعقبات وحتى في المينيا كانوا عاملين مبارح يعني دولة رئيس الوزراء أعلن إن احنا عاملين مراكز للاستثمارات لتزليل العقبات للمستثمرين يعني احنا دلوقتي مش بنستثمر في القاهرة أو في عواصم المحافظات بس اللي هي إسكندرية أو قلب القاهرة لكن دلوقتي انتقلت الاستثمارات للصعيد وبالإضافة أن احنا كمان هي التنمية مش حاجة واحدة أو مجال محدد التنمية عناصر مختلفة أنا بعمل بنية تحتية في الصعيد عملت إسكان في الصعيد عملت مدن جديدة في الصعيد عملت طرق جديدة للصعيد عشان خاطر أجزب الاستثمارات صحيح على أي حال كان فيه بالفعل زي ما حريك ذكرت عدد كبير من الرسالة السياسية التي الرئيسة بالفتاح السيسي وجهها أثناء زيارته لمحافظة المينيا وأثناء تتشينه وافتتاحه لعدد من المشروعات وكللها بعدد من القرارات الاقتصادية الهامة الخاصة بالدعم لعدد كبير من فئة المجتمع المصري بنشكر إلى أستاذة نسريني الشرقوي الباحثة بالمركز المصري الفكر والدراسات الاستراتجية على كل هذا التحليل وكل هذا التطبيق شكرا جزيلا شكرا لحضرتك